اهلا وسهلا بكم في الفيديو اللي بيعلمك ازاي تستخدم برنامج الويب اكس من الموبايل لو عندك اي فون هتستخدم الاب ستور لو عندك اندرويد هتستخدم ال play ستور هتدخل على ال play ستور تكتب ويب اكس تختار سيسكو ويب اكس تعمل انستول بعد الانستول هتدوس على open accept the terms or conditions هتدي الويب اكس الاكسس اللي هو محتاجه ويبقى عندك اختيارين join meeting لو في ميتنج موجود او مبعط لك اللينك بتاعه او مبعط لك الرقم الخاص بالميتنج تقدر تختار join meeting او تقدر تعمل اكاونت فري على الويب سايت بيدي لك بعض الصلاحيات اللي تقدر تستخدمها او ممكن يكون جاي لك دعوة من الانستيتيوشن بتاعتك بان انت يبقى عندك اكاونت على الويب اكس من خلال الانستيتيوشن فلو رايحنا قلنا join meeting هيطلب ال meeting number او ال url هندخل على الايميل نجيب الانفتيشن نجيب اللينك نضغط على join meeting نختار الويب اكس application ندوس على join كده بقينا بداخل meeting نتاكد بس انه المايكروفون اف مع بداية دخول الروم لانه المايكروفون الكتيره بتعمل مشكله مع الصوت لما بندخل الروم هنلاقي نفس الاوبشنز اللي كانت موجوده في الديسكتوب او في الويب براوزر نقدر نتحكم في البرنامج زي ما احنا عايزين ولو ما شفتش الفيديو اللي في كيفية استخدام الويب اكس من خلال البروزر او من خلال الديسكتوب ادغط على اللينك اللي هتزهر لك دلوقتي شكرا ان نشوفكم في الفيديوهات اخرى